بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم. حلقتنا اليوم او مجربة النهاردة هتكون عن مشكلة بتعاني منها كالسير من النساء والرجال والشباب والبنات والبتيات يعني. هي الخطوط الحمراء او الخطوط البيضاء. هم ليه? ليه? هنا الخطوط الحمراء هي الخطوط البيضاء ولكن في اولها او ممكن احيانا عند بعض الناس بتكون تظهر لونها احمر لطبيعة البشرة في حد ذاتها. ولكن الخطوط البيضاء في اول ما تبدأ بتبدأ فيها نسبة منصبها من الحمر. اسبابها ايه? ان الانسان في مرحلة معالية بيحصل زيادة في الجسم. يعني بالنسبة للفتيات والشباب في فترة المراقة. بيحصل طفرة في النمو. فهنا بيحصل زيادة في الوزن. بيصاحب زيادة الوزن تمدد في الجلد. طبعا لان هي نموه سريع. فبتحصل احنا بيسميها كانوا زمان العوام بيسموها جسم مفتح. تفتح الجسم. تفتح الجسم ان انا مشد لو شدت اي اي شيء يعني مسلا اي 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 لو قطعة قماش. قطعة قماش. وشدناها من من اطراف جامل هيحصل فيها زي تماظه. ولكن عشان هنا يعني من الله عز وجل وفيه ليونة او فيه مرونة في الجلد. فبيبقى هو يحصل زي الفصلات. العنصر الاساسي اول مشكلة فيها او اول من اوائل المسببات لها ان الانسان ده بيكون يعني مكل في شرب الماء. ومكل في استعمال الخضر والفواكه. ومكل في التعرض للشمس اللطيفة مش الشمس الحارقة. ومكل التعرض للطبيعة. ومكل للهوى النقي. فبيتعرض للمسائل دي. مع ان هو عدم اهتمامه بالبشرة لترتبة. المفروض احنا بننصح حوامل والشام مجرد ما تبدأ تزهر عنده اعراض بداية حاجة زي ديت. يشرب سويل كتيرة. يكون خضروات. يبدأ يستعمل كريمات مرتبة. وافضل مرتب لجسم الانسان في المرحلة ديت او عند المشكلة ديت. هو زيت الزتون النقل. ممكن انا لو حبيت ادخل عليه. ممكن احط له يعني مسلا واحد الى خمسة يعني لو معلقة. آآ زيت سمسم. وخمس معلق زيت زتون. كده يعني. آآ وده امرات هنا فيه بقى المشكلة تفاقمت. وفيه حمل وفيه كلام من دوت. طبعا انا بنتفضل ان احنا نتجنب اي مجربات فترة الحمل. طب اه حد من بناتنا او يعني طبعا اخواتنا مش معدوش هيحصل عندهم حمل الوقتي. يعني في الستينات يعني. فانقولك بناتنا كلهم. حد من بناتنا عندها حمل. طب هي بدأت تظهر عندها الخطوط. هتسيبها لغاية بعد الولادة زي ما احنا بقول ما فيش مجربات فترة الحمل ولادة. لا ممكن. انا هعمل ايه? مش هنستعمل المجربة ديت. ولكن هستعمل دهان الزيت الزيتون. يعني هاجب باسطوب خفيف كده او بخفة كده على المناطق اللي فايل اه اللي بدأت تظهر فيها الاعراض ديت. او التفتيح او من البداية خالص. بداية الحمل اول ما تحس ان فيه بدأت تظهر خطوط رفايع في جدار البطن. ابدأ احط عليها زيت الزيتون. اما بالنسبة للباقي استعمل عادي من البداية باقي المجربة او العلاج تانها. علاج النهاردة اه مش كتير بدت بطن ان يحصل. اللي هو ايه? اسمه الخزامة. اسمه ايه? الخزامة. الخزامة او في بعض المناطق اسمه reacts لافندر او الخزامة. وهنبص علي الحم بتاعها علشان نتأكد منها. هي ظهر زيوهرة رفيا عناشها. وفيها جزء من الزلاء. يعني الزلاء الفاتر عامل زي الزهرة كده جزء منها تحس ان هو او رمزة. وبرضو هنصورها وهتيجي نزل لها صورة مع الحلقة بازن الله. النزام ايه? انا انا بطحنها. بطحن الخزامة او الليفاندر. بطحنها خليها بودر زي كده. وبحط المقادير الاتين. معلقة كبيرة منها من الليفاندر او الخزامة. بالحجم ده كده. معلقة بالحجم ده. بحطها على كوب. كوب مسلا كده. وحط عليها اه من الزيت الزيتون تلات معلقة. وهسيبها يعني ساعة ساعتين على قدر الامكان. وحاول ان انا اقلبها جامد. يعني اه احاول انا يعني في موضوع التقليل ابقى فيه تركيز شوية. وبعد كده باجعل المنطقة اللي هي فيها المشكلة ديت. وبعمل لها زي التلطين. امسح عليها. وبسيبها نص ساعة لغاية لما تبدأ تجف وحس ان البشرة امتصت الزيت نفسه. وامتصت المادة اللي موجودة. ده اتعمل مرتين. مرة صباحا ومرة مساءا. ده يوم. مرتين يوميا مرة الصبح ومرة اخر النهار. اليوم التاني انا بستعمله شراب. باجي باخد معلقة صغيرة مش معلقة كبيرة بقى. هنا في ديت خدت معلقة. في موضوع الدهان خدت معلقة كبيرة. اما الشراب اخد اجيب معلقة صغيرة. باخد المجدار ده انا تلتين معلقة صغيرة. احطه في كوب زي ده. وبغل المياه وبحطها عليه. واسيفها شوية لغاية لما قد ايه? تاخد معضها يعني. وقلبها كويس. طبعا ان كنا عاوزين زيادة في الوزن بمكن نحط عسل. مش عاوزين زيادة في الوزن واحنا كده يبقى عندنا مشكلة اصلا لان هو نادج من زيادة الوزن. آآ ما بحطش عسل وبشربه كده. واليوم اللي بشرب فيه ممكن اعمل لو انا فيه وقت ويفضل دوت انا بنصح به بجيب بطاطسايا اللي هي البطاطس اللي بتاعت الاكل دي وبنقطعها شريح ووضحانها في الخلط اخليها ايه نعمة وبضيف لها لكل بطاطسايا مكعبين او تلاتة سكر اللي هو السكر البني. معه. وبعمل وبدهل المنطقة اللي هي المصابة ديت. مش نظام آآ تأشير. لأ دهان بس. واسيبه لغاية لما يجف وينشف بعد كده اشطفه من المية عادة. يبقى قولنا العلاج على مرحلتين. او يوم ويوم. يوم دهان زيت. بزيت الزيت الزيتون مع مطحون الخزامة. او مطحون الليفاندر. مع بعض يعني. وقلنا دهان بتاعه ازاي? اليوم التاني. يبقى انا يوم ويوم. اليوم التاني ايه? بشرب كوب. مغل الليفاندر. وقلنا ازاي يتعمل? مع دهان المنطقة المصابة. او اللي فعل مشكلة. بيه اه اللي هو الخليط بتاع البطاطس مع السكر اللي جني. وبعدين عاوز اقول حاجة يعني عشان للامانة يعني الموضوع بيطول شوية في علاجه. طبعا نكتر نشرب السويل الخضروات هوا النقي اكسجين. اه المواد اي خضروات فيها اللون الاخضر اكتر منها. ملاش نبعد عن المواد الحافظة. نبعد عن المواد الصناعية. نبعد عن الطعام المركب. كل ما كان الاكل فيه بساطة. واقرب للطبيعة مسلوق او كلام من دوت اقرب لطبيعته مسلوق او كلام ده. كل ده مفيد للصحة ومفيد للبشرة. اه اه اتعرض للشمس الخفيفة اللي هي شمس الصبح بدري او ف الغروب برضو بي يعدل من لون البشرة وبيغطي على موضوع الخطوط البيضة. اه واتمنى تكون الحلقة اعجابتكم واللقاء في حلقة اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.